السلام عليكم ورحمة الله كنت انشرت منذ أسبوع خبر فنت فيه الخبر المفبر كذا كما تعرف بحد منش عارف شكون يقول لك كان جديدة ألمانية نشرت أنه تبون ووقع في غيبوبة خطيرة كان موتاج فوتو فوتوشوب 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 وقلت باللي الصحيح عندما تبون في غيبوبة ولكن غيبوبة إصطناعية كما أكتفيسيال لكما أكتفيسيال غيبوبة إصطناعية لا تعنيش أن المرض إنسان هو اللي يوقعوا في الغيبوبة لا ولكن الأطباء حتى يتمكنوا من إدخال الأنابيب ويتمكنوا لكي يدخلوا لكي يدخلوا وقت من الأوقات وذكرت في شهر نوفمبر أعرف كيف نعالجها وما تحاونت كنت تحاونت المرة الأولى في 2018 كنت تحاونت اليوم بعد أسبوع المصادر مقربة من عائلة تتبعون تقول لهم بناتهم بين النساب والأسحار وبن والأصحاب يعني لأنه هم اللي يتصلوا به يتصل بهم من اللي كان في البداية لأن هذه الصلوغ كان يقول لهم الدعي والبابة كان يقولون الدعي والبابة نحن المرة يعني تكلم معهم كان فرحان يقول لهم باللي رحوا تفاجهة ورحوا بداية يقول وبدأ يشعب وطبعا الماكلة والشراب بمساعدة الممرضين المشي عندك ينظم من الغيبوبة يقول لي نطقي مكان بكريم ولكن هذا يدل على أن السي خرج من المرحلة صعبة باش يمشي المراحل أخرى عدم إعطاء معلومات دقيقة وافية لقادرة تعطيها بأس الجمهورية بطريقة رسمية هذا يخلي التضليل يعني مرض مرض الرئيس وعليش يبقوا يتذبوا ويقول لك راه يتعافى راه يتلقى العلاج راه يتلقى لذا راه يتلقى لذا راه يتلقى لذا راه يتلقى لذا هو أن العصابة الحاكمة هذه بنفس الأساليب تمشي في البلاد حتى المعاملة تعلق الوضع الصحي إعلاميا يتم كما كان بكري قبل أسوى كما تفضل يمرض يقول لنا راه في الوضع بعد يمرض يقول لنا راه في غرنوبل ولي أنو الطبيب ديالو راه في غرنوبل يروح الليان يقول لك راه في الليان بسك راه في الليان بعد يقول لك راه في سويسرا راه في جنب راه في يعني الأقل هذا كان يمد بحكس الجماعة تبون ويقول لك راه في مستشفيات الألمانية ولم يرى لا يوجد لا يوجد كبيرة ولم يوجد مستشفى واحد بالبنكيز مختارة المعلومات الكافية هذا من دقيقة من دقيقة أخرى الشعب هذا هو اللي يدفع فاتورة الدخول الرئيس للمستشفى هالاقل يعرف لمن يدفع الفاتورة هالاقل يعرف هو من المستشفى اللي يدفع الفاتورة اللي يرى يخبي على الشعب اسم المستشفى يدفع من المكتوب وهو لا يدفع في الزرائب له الشعب هو اللي يدفع وبالتاليزم يعرف وين يدفع دراهم وماذا المستشفى اللي يدفع له المهم نحن نتمنى الشفاء اللي يدفع على المزي التبون يعني المؤمن يجب يكون دائما يعني يعني يواسي يقول المؤمن مهما كهت الاختلافات اللي بناتهم لما توصل المرض توصل لقد واحد يجب يعرف يترفع على هذه الأمور السلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر